يبدو أن العدة التنازلية قد بدأ لحصم واشنطن عددا من القضايا النووية مع تولي مايك بومبيو حقيبة الخارجية الأمريكية خلفا لريك سيلرسون المقال في مارس تعيين بومبيو رسميا شرف على الانتهاء بعد موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية القريب من ترامب وأحد الصقور الجمهوريين في السياسة الخارجية الرافض للاتفاق النووي مع إيران ومهندس القمة المرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جوند أون تعيين أصاب إيران بحالة من القلق بل هي أقرب للرعب وهو ما بدى من التصريحات الصادرة من تهران فها هو الرئيس الإيراني حسن روحاني يصدر تحذيرا يهدد فيه ترامب من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقعته تهران مع القوى الدولية عام 2015 زعما أن أمريكا ستواجه عواقب وخيمة إذا حدث ذلك توتر وتشنج في إيران ستزداد وطيرته مع اقتراب يوم الثاني عشر من مايو القادم موعد مراجعة ترامب للاتفاق الذي وصفه بأسوأ اتفاق أبرمته أمريكا في تاريخها موعد دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوجه إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع نظيره الأمريكي لبحث سبل تعديل الاتفاق ليشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية والتصدي لتدخلاتها التي تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط وسط توقعات بأن يطرح ماكرون اتفاقا مكملا بين الدول الغربية للاتفاق النووي مع إيران فكان تجديد ترامب لرؤيته بأن الاتفاق كارثي إيران تستطيع أن تستأنف برنامجها النووي بهذا الاتفاق المروع فهو لم يحدث أبدا في تاريخ وإنما تقع من أحداث في الشرق الأوسط تكون وراءه إيران هناك اليمن وسوريا ولا يمكن أن نسمح بذلك والاتفاق النووي هو كارثي فأي اتفاق هذا تجري معه إيران تجارب ساروخية باليستية وتقوم بما تقوم به في اليمن والعراق وفي الآونة الأخيرة شهدت الدبلوماسية الأمريكية زخما بمجرد ترشيح بامبايو للإمساك بزمان أمورها إذ أحدث اختراقا كبيرا ومفاجئا بلقاء سري جمعه بالزعيم الكوري الشمالي في بيونج يونج للترتيب لقمة مرتقبة مع رئيس ترامب في نهاية مايو أو مطلع يونيو بهدف إطلاق إشارة البدء لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية تغييرات في السياسة الخارجية الأمريكية سيكون لها وقعها وتأثيرها على مجريات العلاقات الدولية مع التوقعات بتروييد بامبايو للدول المارقة كسوريا وكوريا الشمالية وإيران في الفترة المقبلة لبرنامج هون الرياض إلهام صلاح